أصبحت محافظة بن سويف من المحافظات السباقة التي تعتمد على تطبيق أحداث الطرق العلمية في زراعة القمح لا سيامة مع وجود مركز بحوث سوتس والذي يقوم علمائه وباحثه بدور كبير في استنبغط سلالات من تقاوي القمح عالية الإنتاجية وكلفت المحافظة القائمين على منظومة التوريد بتوفير كافة التيسيرات اللازمة أمام المزارعين والمريدين بالشوى وصوامع التغزين والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وأهمها محصول القمح خطة تستهدفها الدولة لتقليل الفاتورة الاستيرادية خاصة في ظل الظروف والتحديات على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي خطة تعتمد في المقام الأول على وعي ووطنية المزارعين وبالتالي قيامهم بتوريد أكبر كميات للصوامع والشوان الحكومية هنا في بنسويف شهدت المحافظة افتتاح موسم حصاد محصول القمح للموسم الشتوي داخل أحد حقول القمح بمركز إهنسيا حيث تم تنفيذه ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية نحن النهاردة في حقل ترشيد استهلاك مياه وده بنوضح به للمزارعين قد ايه هتوفر مياه وهتوفر وتاخد انتاجية أعلى الحقل ده أو كل الحقول يمكن احنا على مستوى محافظة بنسويف معمول 486 فدان ترشيد استهلاك مياه عبارة المزارع بيتعمل معها ايه بيتسوالوا الأرض بالليزر مجانا على حساب وزارة الزراعة بياخد التأوي مجانا بياخد التوصيات الفنية خلال الموسم من قبل الموسم حتى الحصاد من خلال الدكاترة والإرشاد الزراعي في المدرية هذا وبلغت إجمال المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الشتوي داخل المحافظة 120 ألف فدان على مستوى مراكز المحافظة احنا السنة بدأنا حصاد الأمح هنا في محافظة بنسويف وبنسكر سيادة الرئيس على تعمد دعمنا للأسمة ده برضو دعمنا في التأوي واحنا ده موسم حصاد وموسم ببقى سعيد على الأسرة كلها من السنة من السنة للسنة بدأنا حصاد الأمح السنة ده في محافظة بنسويف ومبسوطين جدا بحصاد الأمح ومشاكرين جدا للرئيس بيداعم وزارة الزراعة ودعم الفلاح واحنا الحمد لله مبسوطين جدا والحمد لله الانتاج السنة ان شاء الله بإذن الله يفوق اللي احنا كنا بنبصين عليه مثلا فداني جبل 24 ان شاء الله يعدي بإذن الله وأصبحت محافظة بنسويف خلال الفترة الماضية من المحافظات السباقة التي تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية في الزراعة لا سيما مع وجود مركز بحوث سوتس والذي يقوم علمائه وباحثوه بدور كبير في استنباط سلالات من التقاوي عالية الانتاج ومقاومة للآفات والتغيرات في الأحوال الجوية